بين زوايا هذا المعرض المنظم خصيصاً لواحد من رجالات الإصلاح في الجزائر العلمة عبد الحميد بن باديس يعرض كتاب يؤرخ لمسيرة وإنجازات الراحل كي تضمن الكتاب ملحق مهم لوثائق مهمة تتعلق بعائلته وأيضاً به هو الشيخ بن باديس كذلك صور لمختلف مراحل حياته كذلك في الكتاب أشعار الشيخ بن باديس الكتاب أيضاً تصدير الدكتور عمار طالبي لكان لي شرف أن يقدم لهذا الكتاب وثائق ومخطوطات تنشر لأول مرة عن حياة رائد النهضة الإصلاحية في الجزائر تضمنها هذا المؤلف الصادر في إطار قسنطين عاصمة الثقافة العربية 2015 حاولنا أن نبحث عن حياته الشخصية عن الجوانب الخفية من حياته خاصة تكوينه في تونس مصاره في رحلة الحج عودته وانتصابه للتعليم وتأسيسه للمعاهد الطربوية والصحافة أيضاً جمعية المسلمين ورأيه ونشاطه السياسي والإصلاحي إلى اللحظات الأخيرة من حياته 420 صفحة حملت بين طياتها معلومات غير مألوفة عن مسيرة مؤسس جمعية العلماء المسلمين مثمنة رحلة البحث والتنقيب في تفاصيل لامست جوانب عدة من حياة العلامة منذ 2005 وأنا أبحث عن حياة الشيخ مباديس حصلت به في عام 2011 جائزة الشيخ عبد الحميد بن باديس لينظمها المجلس الشعب الولائي لولاية قسنطينة أسسنا موقع الشيخ عبد الحميد بن باديس عام 2011 ومنذ ذلك الحين نحن نسعى لجمع أطار وكل ما يتعلق بحياة الشيخ مباديس هي مبادرة تضاف إلى مجموع ما يقدم للساحة الجزائرية فبقدر ما تنوعت البحوث وتعددت المؤلفات فعلماء الجزائر يستحقون إسهامات متجددة تغوص في العمق أكثر لتقدم أفضل